تنظيمياً قام وفد من المؤتمر الشعبي يضم النائب الأول لرئيس المؤتمر أحمد عبيد بن دغر والأمين العام عارف الزوكا والأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني بزيارة عضو الأمنة العامة عبدالله غانم للإطمئنان عليه عقب عودته من عدن ومحاولة الاعتداء عليه وعبر القياد عبدالله غانم عن شكره لرئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح وللوفد الزائر له واهتمامهم بصحته طوال فترة إقامته في عدن وأثناء عودته إلى العاصمة وأكد غانم أن محاولة الاعتداء عليه لن تثنيه عن مبادئه وقيمه وعن العمل في المؤتمر الشعبي الغام واعتبرها محاولة تائهة لن تنال من المؤتمر القائم على المبادئ والقيم النبيلة وأدان المؤتمر الشعبي الغام وقياداته برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح محاولة الاعتداء على القياد عبدالله أحمد غانم من قبل من تربوا على الدماء واعتبرها محاولات فاشلة لن تنال من شخص غنم